يا مسائل فل ايه زيكم? انا مريان حبيب والنهاردة هعمل معاكم السامبوسة هنعمل مع بعض السامبوسة بكل سهولة بطريقة سهلة وطعمها يجنن مش بس السامبوسة اللي احنا هنجيبها جاهزة ونعملها حشوات لا احنا النهاردة هنعمل عجينة السامبوسة نفسها في البيت اللي احنا بنجيبها جاهزة دي اللي هي بتكون شكله مستطيل دي وملفوفة كده بالستريتش دي هنهاردة هنعملها في البيت والعجينة بجد تجنن مش قادرة اوصف لكم هي اديها حلوة والنهاردة الفيديو نفسه ممتع هو ممكن يكون طويل شوية بس انا كنت عشان عايزة اوريكم كل التفاصيل بس هو الشغل فيه كان حلو جدا جدا اه هنبسط مع بعض ونعمل فيديو حلو ونقول كمان على الحشوات حلوة النهاردة نحشي كمان حشوات ملهاش حل اول حاجة هبدأ بيها طبعا هي العجينة فانا عندي هنا تلات كبيات من الدي اي براحتك ممكن تستخدمي اي انت بتحب تستخدميه انا استخدمت الضحى وحطت عليهم نص معلقة صغيرة من الملح يبقى تلك كبيات دقيق عليهم نص معلقة صغيرة من الملح وعندي كمان معلقة ونص من الزيت اي زيت نباتي بتحب تستخدميه استخدمي معلقة ونص كبيرة وعندي كمان من كباية لربع الكباية من المية الدافية انا للاول بدأت بكباية لربع واحتاجت مني معلقة بمعلقة زودت لكن ابدا ما تزودش في الاول المية عشان احنا محتاجين العجينة تكون متماسكة النهاردة شوية. فكبالة ربع ولو احتاجنا نزود معلقة زي ما قلنا. الطريقة بقى سهلة جدا. عندنا دقيه اللي هو محطوط عليه الملح. هنحط عليه الزيت النباتي ونحط المية. ونبدأ ناخد العجينة دي ونعجينها كويس جدا جدا. النهاردة مش هقول لكم خالص محتاجين عجينة طرية بتلزق في الايد. لأ احنا محتاجين عجينة تكون متماسكة. بس في نفس الوقت مش ناشفة قوي. مش اللي هو تبوز معنا السامبوسة. لأ احنا محتاجينها تكون يعني لما ابدأ كده المسها بايدي تكون طرية كويسة بس ما بتلزقش في ايدي خالص. فهنبدأ بقى نعجين فيها كويس وزي ما قلنا لو محتاجين معلقة مية نزود معلقة معلقة ومية لازم تكون دافية. لحد ما توصل معاين لقام ده. تقريبا اخذت مني عجنة حوالي خمس دقايق. كتوصلت معاين لقام الحلو ده. العجينة طرية وحلوة جدا وما فيهاش اي تشققات ولا اي حاجة. ممكن بقى نسيبها كده وممكن نضيف عليها اضافة تاني هقولكو ايه دلوقتي. المهم العجينة لازم ترتاح لمدة نص ساعة. احنا او مش حاطين خميرة. بس لازم ترتاح لمدة نص ساعة عشان نعرف نفردها بعد كده بسهولة. انا بقى النهاردة هحط عليها اطعمة. ممكن تحطي بابريكا. ممكن تحطي روزميري. ممكن تحطي زعتر. ممكن تحطي النهاردة انا هحطي بقدونس مجفف. ممكن تحطي حبة البركة كمون. اي نكهة بتحب تحطيها حطيها. وبداي اعجيني تاني العجينة كويس. انا بصراحة اخدت الفكرة دي من شيف منال العالم. هي شيف جميلة وانا بحبها جدا. كنت اتفرجت على فيديو من فترة كبيرة قوي. وقالت ان احنا ممكن نطعم السامبوسة بتاعتنا في البيت بقى اطعمها احنا بنحبها او يعني تكون هي مناكهة كده بتعم حلو. فعجبتني الفكرة عشان كده عملتها. هناخد بقى عجينة زي ما قلنا ونغطيها ونسيبها ترتاح لمدة نص ساعة. كده بعد ما عدى النص ساعة هناخدها بقى ونكون بقى فرشين كده او حطين كهة شوية ديق كويس جدا على الخامل احنا هنستخدمها ونقطع العجينة بتاعتنا دي لخمس كور. المقدار ده هيقطع معنا خمس كور. حجم الكورة يكون متوسط كده او انت بالنظر كده حاول تخليهم كلهم قد بعض. ولو عندك ميزان هتكون من مية وعشرة جرام لمية وعشرين جرام. انا وزنتهم كان كل واحدة حوالي كده مية وخمستاشر مية وستاشر كده يعني. بعد كده هنبدأ بقى ناخدهم تاني نخلص الخمسة بنفس الشكل. وهنغطيهم بقى ونسيبهم تاني ارتاحوا خمس دقيق بس مش اكتر من كده ابدا يعني هنغطيهم خمس دقيق بالزبط يعني وحنا وقفين كده هما يمكن اربع خمس دقيق كمان. وبعد كده على نفس بردور خامة. اهم هنكون راشين زيت كويس. دي كويس. وبعد كده هناخد واحدة واحدة من الخمس دول ونحاول نفردها كده زي ما يكون بنفرد رغيف عيش بلا زي. افرد دي ما يكونش رفيع قوي ما يكونش يعني فردينه كويس جدا. احنا عايزينه بنفس كده اللي هو زي رغيف البلدي بالزبط. هنفرد الخمسة بنفس الشكل وبعد كده هنجيب بقى زيت. اي زيت نباتي برضو بتحيب تتخدميه براحة تتخدميه. وهندهن بقى كل واحدة من احنا فردناهم دول. ندهنها كويس جدا جدا بالزيت. الخطوة دي مهمة جدا. لازم تتهنيها كويس علشان لما نيجي بعد كده نفصل السامبوسة من بعد ما تلزقش معنا وتبوز. فلازم تدهنها حقها وتدهنيها كويس جدا. بعد ما ندهنها كويس بالزيت هنرش عليها رشة بالدقيق. برضو نحط دقيق بكمية كويسة عشان برضو يساعد معان السامبوسة ما تلزقش في بعض. وبعد كده هناخد واحدة واحدة. اللي مارشوش عليها دقيق. هتكون من تحت. وهنحط عليها من there. كده عليها. اللي محطوت عليها الزيت. ونرشد يه تاني. وبعد كنا اخذ تاني واحدة تاني. هنحط الوش اللي عليه الزيت هنقلبه على اللي عليهaisia. شايفين بالشكل ده? ويبقى كده الي من تحت الزيت واللي قدام عينينا اولي من قدام هو حقيقة اللي عليه tir. الخمسة بنفس الطريقة بس اخر واحدة مش handle حط بقى زيت هنحط بس راشة دي من فوق علشان خاطر نرشها نفردها كويس. وبعد كده هناخد الخمس كوار بقى ونفردهم كويس جدا جدا بالمردان. ابدأ بقى وانت بتفردهم كحاول كده تزباطي كده تشدهم كده وتسحبهم بالراحة لهم كلهم يكونوا تقريبا حجم بعض. وبرده كده قلبيه اللي عاجينا الناحية التانية وبرده نفردها عشان ساعات الجزء اللي من تحت بيكون مش مفروض كويس فانقلبها ونفردها. ممكن تعمل الحركة دي مرتين او تلات عين. تفرد شوية وتقليب الناحية التانية تفرد شوية وهكذا. هيعمل معنا بقى بيضاوي كده حلو كبير او يعني مستطيل على قد تاريكي حاول تفرديك مستطيل شوية. آآ كأننا بنفرد كده آآ سنابو علشان خاطر يكون مع كده تعامل معها سهل. فهناخد هنفضل كده نفردها كده ونسحبها كده لشكل كده مستطيل كبير. ما تفردها شروفايح قوي عشان ما تكونش صعبة برضو حابل نفصلهم من بعد وفي نفسها ما تكونش تخينة قوي. هو السمك ده حلو جدا. انا فردتها كويس قوي قوي. بس برضو مرفعتهاش جدا. ممكن بقى ناخدها كده ونبدأ نكمل خطوات او نعمل ايه ان احنا نخلي المستطيل شكله حلو كده منظم كده لنجيب السكينة ونقطع الاربع جوانب كده من العجينة دي وهناخدهم ونعجنهم تاني ونقطعهم كورس وغنانة ونغطيهم ونسيبهم ونقولوك الوقت هنعلم بيهم ايه. وبعد كده هناخد بقى المستطيل اللي احنا زبطناه ده وشلنا منه منه الاطراف هنبدأ بقى نسويه. هنسويه ازاي هنجيب الساق بتاع الفرن ونحطه ونقلبه كده على وشه على العين اللي في النص في الفرن. ويكون النار هادية جدا ونبدأ ندهنه كويس جدا جدا بالزيت. طب انا ما عنديش بوتجاز خمسة شعلة مفيش مشكلة. هنولع العينين بتوع البوتجاز اللي هم جنب بعض دور والحط برضو عليهم الصاج. طب انا ما عنديه الصاج برضو مفيش مشكلة. هاتي سنية عندك مستطيلة هاتي اي حاجة آآ صاج مستطيل وبرضو قلبيه ودهنيه بالزيت وحط عليه العجينة. هنحطها قد ايه زي ما قلنا على نار هادية المدة دقيقة بالزبط. ما تزاوديش قبلا عن دقيقة عشان ممكن تتلسع معيك وتنشف منك. دقيقة بس اهم حاجة تكون نار هادية جدا وتكوني كمان بالراحة كده ارفعي كده العجينة وحاولي تجيبي مسلا الجزء اللي من على الطرف ده شوية في النص عشان ياخد برضو حرارة. والجزء اللي من على الطرف التاني برضو حاولي تجيبيه شوية في النص عشان ياخد حرارة. هنعمل كده في الوش الاولاني دقيقة وبعدها نقلبوا على الوش التاني وبردو دقيقة. كده تمام خلصنا الوشين زي ما قلنا دقيقة ودقيقة وما تزاوديش قبلا عشان خاطر ما تنشافش معيك. وكده العجينة بقى الجهزة معينا. هناخدها بقى ونبدأ نقطعها. ما تحاوليش تسيبيها تبرد منك قوي يعني تكون دافية علشان تعرفي تتعاملي معها ويكون التعامل معها اسهل. هنبدأ بقى نقطع على حسب انت حاب حجم السامبوسية قد ايه. يعني انا كده قطعت تقريبا كل واحدة في حوالي خمسة سنتي. بالطول كده شرائط بالطول كده خمسة سنتي. وبياخد واحدة بعد ما قطعها اروح اطها على التانية علشان قاطر يبقى كلهم نفس الحاجة. المقدار ده عمل معي على فكة كمية حلوة جدا جدا يعني بتلاك كوبات دقيق اللي هما تقريبا يعني اتنين تلاتة جنيه هنعمل احلى من احلى لفة سامبوسة جاهزة. وهنبدأ بقى ناخدهم بعد ما نقطعهم كده ونفصلهم مع بعض. هتفصلوا معيك بكل سهولة ان شاء الله ما تقلقيش. لو انت مشيتي على الخطوات صح هيتفصلوا معيك بكل سهولة. اهم حاجة نمسكهم كده ونحط ايدينا ونسحب كده لبرة نسحب لبرة. تمام كده. معلش هتطول شوية في الجزئية دي عشان عايز اقول لكم لان هي دي تحطبها الجزئية مهمة. شايفين هي حلوة ازاي ورؤياء كده وطرية والبقدونس فيها يعني بجد انا كنت مفسوطة جدا 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 والبعمل فيديو. ممكن حد يشوف ان ايه الغلبة اللي انتي فيها دي. بس انا بجد بنسبليك كده حلوة قوي. بقعين فيه كمان محافظات ما عندهمش سامبوسة. فيعملوها في البيت سهلة وبسيطة. شايفين? سهلة قوي. تحفة وطرية وتجنن يعني. اكيد شكلها باين. كده بقى ممكن اخدها نلفها كده بكيس بلاستيك او بستريتش زي اللي احب نجيبها الجهزة ونحطها في الفريزر وقت ما نحب نستخدمها نستخدمها او نغلفها كلها يعني نعملها كلها حشوات. ونشيلها وهي محشية جاهزة براحتكم. يعني كده او كده براحتكم. في بقى شوية العجين احنا خدناهم من الجناب اللي احنا قلنا هناخدهم عشان نزبط المستطيل. انا بقى اخدتهم. عملتهم كده لميتهم كي على بعض كويس تاني وعملتهم كده كورس وغنانة وهفرت برضو. كل كورة سغنانة على شوية دقيق. وهعملهم بقى وحدات سامبوسة كده شبه السامبوسة اللي هي الباف. علشان لو حد بقى مش عايز كل الهاري اللي فات ده يعمل كده. يعمل العجينة السهلة البسيطة دي ويفردها ويقطحها لا اما بقطعات مدورة او يفردها واحدة واحدة كده زغنانة برضو يقطحها بقطعات براحتكم بقى. انا النهار ده حشية بالسجوء بتبقى الحشوة طعمها يجنن قريبة جدا جدا من الفطير الشرقي فعندي تقريبا ربع كيلو من السجوء عليه نص بصلاية وعليه كمان بتقطعها مكعبات صغيرة وكمان النص فلفلية متقطعة مكعبات صغيرة وممكن عادي فلفل آآ لا فلفل اغدر او فلفل حرق براحتنا. هنجيب الصينية بتاعتنا او الطاصة وهنحط فيها الاول السجوء يتشوح تشويحها ونحط الزيت خالص عشان لو السجوء فيه نسبة دهون او سوائل تنزل فيه الاول فمش محتاجين آآ زيت زيادة. هنشوح تشويح حلوة بعد كده ننضيف البصل ونضيف الفلفل الوان ونحط رشا من الفلفل اسود وكمان رشا من الكزبرة ولو احنا محتاجين ملح او ممكن ندوق السجوء لو محتاجين ملح نزود ملح. ونشوح دقيقتين تلاتة لحد بس ما الخضار يتبل معنا. وبجد يعني انا السجوء ده عجبني جدا لان هو ما نزلش ولا نقطة دهون وكان طعم ويجنن. وهقول لكم انا جبته منين لان هو فعلا يستاهل ان احنا نقول احنا جبنا منين الحقيقة. كده خلصنا الحشو هنسيبها بقى تبرط خالص. وقزي الولادي كانوا يعني مش قادر اقول لكم النهاردة كانوا الدرمغين معي. وكمان هحشب جبنة جبنة مسلسات او كيري براحتك عليها كمان زتون. وعندي كمان هنا معلقة كبيرة من دقيق عليها معلقة كبيرة من المي. هنقلبهم وده هيكون الغيرة اللي احنا هننزق بالسامبوسة. وقادي السامبوسة انا بعد ما خلصت لفتها كده بالفوطة. وهناخد بقى واحدة واحدة ونبدأ كده نقفل عليها. هنحط شوية من الحشوة اللي عندنا. وناخد بقى الطرف دوت. اي طرف. تروحي جاي بقى الطرف التاني. بحيس ان هم يكونوا شايفين مقابلين بعد كده. ونروح تانيين بقى من الحتة اللي فيها الطرف ده. عايزة تزود. كده تعمل معنا زي ارتاسكا صغانا. عايزة تزودي حشوة زودي. مش عايزة تزودي براحتك. وبعد كده ناخد الجزئية دي نقلبها لفوق. وبعد كده المكان اللي اللي وصلنا عنده نقلب تاني عليه. وبعد كده نقلب الناحية التانية. كده خلصت خلاص. وبعد كده هنجيب بقى اللي احنا عملناه بالمية لازم تكون تقيل شوية ما تخففوش ونلزق بيه بقى السنبوسة. هعمل معاك واحدة تانية. اهو واحدة حتة من الجبنة المسلسات دي او اي جبنة نسبة انتو بتحبوها او الكيري. وانا بحب احط معاك زتون بيبقى حلو قوي. وبردو هنجيب الطرف ده نوصله الطرف التاني. تمام كده? وبعد كده ده موصلنا هنا نقلب من الناحية دي. وبعد كده ناخد الناحية التانية. ممكن بقى نحشيها باي حشوة انتو بتحبوها براحتكم. وممكن كمان نزود آآ آآ على السجوء ده جبنة مترلة بيبقى طعم ويجنن. وممكن كمان نعمله باللحمة المتعصجة اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده بس تزودوا معاها بقدونس بيبقى طعمها ملوش حل. دايما لما تكونوا بتعملوا آآ سنبوسة حطوا معاها بقدونس. اخدر بيبقى تحفة. كده بقى ممكن نخلص الكمية كلها زي ما قلنا او نعمل شوية صغيرين براحتنا. وكمان دي بقى اللي هما الحبة اللي احنا عملناهم كده مدورين. اللي احنا عملناهم زي ما قلنا كده زي الرغيف كده الصغيرين الشامي كده هناخدهم بقى ونقفلهم كده. نحط برضو القطايف دي. ممكن تعمليها فيها براحتك. بس انا ما كانتش عندي فالشوكة سهلة. المهم نقفل كويس اوي. هناخدهم بقى ونحمرهم ازا كان دول او دول براحتنا. يكون الزيت سخن كويس على النار متوسطة. ما بتاخدش وقت خالص. اول ما تاخد كانون ده بحلو من تحت نقلبها على وش التان. ودايما ممكن نقلب عادي بالشوكة او بالمعلقة بس وانت بترفعي السنبوسة من الزيت ارفعيها دايما بالمقصوصة اللي هي او الشبكة اللي احنا بنرفع بيها البطاطس. علشان ما نخرمش السنبوسة وتشرب لنا زيت كتير. دي خطوة مهمة. الشوكة بتخرم السنبوسة. فبلاش نعملي كده. هنخرجها على منادين مطبخ. وبعد كده ناكلها. طعمها طحفة. ما ارمشها جدا جدا. العجينة خطيرة مش قادرة اوصف لكم بجد هي قد ايه حلوة. هنعمل العجينة هنعملها. هنعمل حشوات نعملها براحتكم. خدوا افكار. ممكن كمان تعملي بس دي شايفين برطا لعم ارمشها وتجنن. اللي انتم اعجبكم في الفيديو. ايه ولو حتى فكرة صغيرة خدوها وعملوا فيها يعني جربوا بقى انتم براحتكم. وبس خلاص يا ربك الفيديو سهل وبسيط. وتجربوها على طول اشوفكم في فيديو تاني مع اسلام. تنسوش بتعمل لايك وشير وكمان سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. وجات لي فكرة كده وانا بعمل الفيديو ده. هقول لكم عليها او هكتبها في البوست ده. ولو عجبتكم الفكرة يلا بقى نشجع بعض ونعملها كلنا مع بعض.